بخلاف كل التوقعات قفز التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في عامين مسجلاً قرابة الثمانية عشر في المئة خلال يونيو الماضي تقارير اقتصادية حذرت من موجة غلاء كبيرة ستجتاح البلاد خلال الخريف المقبل بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى مستويات قياسية وارتفاع الهوة بينه وبين مؤشر أسعار المستهلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقر بمشكلة التضخم من دون تقديم حلول ملموسة ارتفاع معدلات التضخم من أهم المشاكل أمامنا في السابق نجحنا في خفض التضخم وتحقيق النمو في وقت واحد ليس لدينا شك أبداً في أننا سنفعل أفضل من ذلك يجب معالجة التضخم المرتفع بالعمل بشكل جماعي ومصرفنا المركزي لديه منهج محدد لحل هذه المشاكل وفي الوقت ذاته كشف تقرير للبنك المركزي التركي أن قيمة مؤشر الليرة بلغت أدنى مستوى لها حيث سجلت تراجعاً قارب الستين في المائة من قيمتها الأصلية وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء تدوين البيانات الحكومية عام 1994 بدورها سخرت المعارضة من نظرية أردوغان القائلة إن سبب التضخم المرتفع هو الفائدة المرتفعة إذا كانت الليرة التركية تفقد قيمتها باستمرار فهذا يعني أن هناك خللاً ماذا كان يقول الخبير الاقتصادي الكبير أردوغان الفائدة سبب التضخم إذن لماذا لا تصفر الفائدة كي يصبح التضخم صفراً لماذا لا تفعل ذلك كم حاكماً عينت للبنك المركزي؟ يبدو أنه بدأ يتعلم أن ما قاله كان خطأاً ووفق المعارضة فإن السياسات الاقتصادية الخاطئة لحكومات أردوغان المتعاقبة تسببت بخسارة الليرة أكثر من نصف قيمتها في السنوات الخمس الأخيرة ويدفع التراجع المستمر لقيمة الليرة المواطنين والشركات التركية إلى استثمار مدخراتهم بالذهب والعملات الأجنبية بدلاً من الليرة الأمر الذي يزيد من تدهور قيمة عملتهم المحلية مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول شكراً لمتابعتكم شاركوا الآن في قناتنا على يوتيوب